في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزازمة إنسانية غير مسبوقة تتواصل الجهود الدولية والدعوات الأممية للضغط على إسرائيل بكافة الوسائل من بينها المسار الدبلوماسي لوقف عملياتها العسكرية هذا الضغط اتسع نطاقه ليأخذ أشكال أخرى تطورت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء من تل أبيب كما هو الحال مع دولة بوليفيا التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جراء القصف المستمر على قطاع غزة وبالتزامني مع ذلك استدعت كل من كولومبيا والشيل سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد المستمر في القطاع المحاصر فيما اتهم الرئيس الكولومبي إسرائيل بارتكاب ما أسمها بمذبحة للشعب الفلسطيني من خلال استمرار عمليات القصف وقطع كافة الامدادات الإنسانية إجراءات الدول الثلاث شجعت دول اللاتينية من بينها المكسيك والبرازيل إلى الوقوف مع غزة مطالبين الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية وإنهاء معاناة المدنيين بعد أن أصبح أكثر من مليون واربعمائة ألف من السكان داخل القطاع بلا مأوى بحسب إحصائيات الأمم المتحدة والتي حذرت بدورها من كارثة إنسانية وصحية بسبب استمرار القصف وخروج عشرات المستشفيات عن الخدمة فضلاً عن لجوء آلاف النازحين إلى هذه المستشفيات باعتبارها ملاذاً آمناً من القصف الذي يدق أحياء غزة منذ أربعة أسابيع دون هوادة